هذه طريقة عاملية ومجربة 100% وكتعطي نتائج إيجابية إلى طبقتها وخدمتها جميعاً دروس ديئك مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذه القهوة التي نقدم لكم فيها مجموعة من نصائح فيما يخص الدراسة والتي تتوافق هذا الموسم أو هذا الشهر رمضان المبارك فبالتالأمن يتجامع لهم الكثير من الدروس خاصة مواد التي تطلب الحفظ مواد الأدابية أو أي درس في الكثير من الكتبات سوف نرى اليوم الطريقة الصحيحة التي تخص فيها هذا الدرس وهذه الطريقة التي تتلمونها التي تسمى الخرائط الذهنية أو الخرائط المفاهبية اليوم سوف نجمع لكم مثال عملي كيفية إيجاز هذه الخريطة الذهنية الخريطة الذهنية هي أسلوب مبتكر للتعبير على أفكارنا عن طريق مخطط الرسم هذا المخطط يكون مرفوغ بمصوص صور رموز ورسوم تخطيثية هذه الخرائط الذهنية تتمكن من قراءة الأفكار تتمكن هذه الطريقة من قراءة المعلومة بطريقة سهلة في الدماغ كامل يعني يفصيها الأيمن والأيصر وهذا يمكن المعلومة ترسخ في الدماغ في مدة طويلة تزيد من كفاءة تعلم لكي نرسم هذه الخريطة المفاهمية خاصة ثلاثة هذه العناصر الأساسية أول شيء هي ورقة ضيضاء وأقلام ملوانة ثاني شيء وهي الكتاب والدفتر الذي سنقوم بتخطيث انطلاقا منه لديك واحد الدرس مكتوب في الكتاب والمورتيب والدفتر هذه هي ثاني شيء تجيب أحدك الذي تخدم هذه الخريطة الذينية ثالث وأهم شيء هي الخيال والإبداع هنا يأتي الخيال والإبداع لكي ترسم خريطة الذينية التي تقوم بها وتساعدك على العملية ترسيخ المعلومة وتتعاونك بكل سهولة على ترسيخ المعلومة مثلاً نريد أن نخدمه مثلاً لديك الدرس للجهاز العصبي مثلاً تحتاجك لك لكور في الوسطة تكتب العنوان الكبير للدفتر من أن تخرج العناصر الكبيرة أول الكبيرة ثاني الكبيرة وقامة لكي ترسيخ المدخسة 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 تقسم هذا تخرج من نوع الفروع كل الفرعة التي تخرج فيها يعني العنوان الفرعيين التي ترسون في الدرس أي شيء مهم تحاول أن تضعها دائرة أو تعلمها بشيء أو صورات تباحها وقامة وقامة خططة شاملة للدرس وتضعها في المدخسة لكي تنظر لكي تنظر للدرس سترى نظرة شاملة لدرس أي شيء نحفظها ويمكن أن نطبقها أيضاً حتى في الموال العلمية وكذلك تستعد حالياً أن تنظر لكي تنظر من هذه الخريطة الدينية كتبوا لي في التعليقات الإجابة وإذا كنت أكمل التفاعل في هذه السلسلة سوف نحاول أخطأ الموضوع الذي يخدم عليه كتبوا لي في التعليقات حسناً